ومن مجرس الأخبار إلى جولتنا على أبرز مجاء في الصحف اليوم والبداية من صحيفة الأخبار التي كتبت اجتماع سعودي فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي علمت الأخبار أن لقاء فرنسي سعودي عقد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشهور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين علها تكون مفتاح التوافق مع الرياض فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل وقالت مصادر مطالعة أن اللقاء ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دورال والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولة ورئيس المخابرات خالد لحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين مشيرة إلى أن اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق بخاصة وأن الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم لكن إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعدادا للتفاهم حولها بعد أن رفضت مرارا هذا الأمر ووضعت صقفا عاليا في مقاربتها للتعامل مع لبنان من صحيفة الأخبار إلى صحيفة نداء الوطن قائد الجيش لا يتلقى رسائل رئاسية من السداجة بالنسبة إلى جهات كثيرة تصديق رواية حزب الله عن أن غضب الأهالي أدى إلى مقتل جندي إيرلندي من اليونيفل العاملة في الجنوب خصوصا بعد نفي وزير الداخلية بس مولوي ذريعة أن الحادث من فعل الأهالي بل من يقف وراءه لا يخفي نفسه لذلك يقرأ هذا الاعتداء على أنه رسالة من حزب الله متعددة الأهداف الخارجية مفادها بأن الاستقرار في يده وليس في يد اليونيفل أو الجيش أو قائده رسالة الحزب هذه قد تكون تستهدف مجلس الأمن الدولي أو رسالة إيرانية للرئيس الفرنسي أمانويل مكرون الذي قد يزور كتيبة بلاده في الجنوب كذلك قد تكون رسالة رئاسية إلى المعنيين هدفها أضعاف موقع الجيش اللبناني وبالتالي قائده العماد جوزاف عون مع ارتفاع حظوظه الرئاسية على المستويين الداخلي والخارجي لكن مهما كان هدف حزب الله علما أنه سارع إلى نفي ضلوعه في هذه الحدثة إلا أن قائد الجيش وفق مؤيديه لا يتلقى الرسائل الرئاسية لا من بوابة الجنوبية ولا من أي باب آخر وهو يعتبر أنه غير معني لا بالرسائل ولا بتحليلاتها فهو أساسا لم يعلن ترشحه ولا يعمل للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى مسار العماد جوزاف عون في قيادة الجيش وتعامله مع الاستحقاقات الأساسية والمفصلية يشيران بوضوح إلى أنه يعمل قائدا للجيش وليس كمشروع رئيس إذ إن من يطمح إلى الرئاسة لا يمنع التدخلات السياسية في المؤسسة العسكرية ما خلق حالة عداوة بينه وبين بعض السياسيين إضافة إلى طريقة تعامله مع انتفاضة 17-20 الأولى الأول عفوا 2019 لكن وعلى الرغم من عدم ترشح العماد جوزاف عون للرئاسة يعتبر معارضون اتخابه رئاسيا ومن بينهم جبران باسيل أن الأزمة الآن ليست أمنية بل اقتصادية ومالية وسياسية فما هو المشروع هنا الذين يعرفون قائد الجيش يردون على السؤال بسؤال الذي يتمكن من قيادة مؤسسة تضم 80 ألف عسكري وغير المتقاعدين ألن يتمكن من إدارة البلد؟ أنتقل إلى أساس ميديا وفيها شروط بكيركي للمبادرة الرئاسية أمام هذا الواقع المأزوم لدى كل الأطراف بدأ البعض همسا أو من خلال زيارة الصرح البطرياركي يطالب البطريارك بالقيام بمبادرة في موضوع الرئاسة للاتفاق على مرشح أو على عدد من المرشحين لكن أي مبادرة لن تقدم عليها بكيركي إن لم تتوفر شروطها وهذه بعضها أولا الالتزام جديا بالمبادرة وبإنجاحها اثنين عدم التنصل منها تحت أي حجة ثالثا الالتزام بعدم تعطيل جلسات الانتخاب رابعا الالتزام بعدم التمسك بالترشح أو الترشيح خامسا الالتزام بعدم وضع العصي في دوليب العهد العتيد الذي ستكون مهمته الأساسية وقف الانهيار وبدء انتشال البلاد منه سادسا الالتزام بمساعدة العهد العتيد على استعادة لبنان علاقاته العربية والدولية التي من دونها لا إمكانية لوقف الانهيار وبدء الخروج منه انطلاقا من هذه الشروط وغيرها وقبل مطالبة سيد بكركي بمبادرة رئاسية ستكون الأطراف السياسية وبخاصة المسيحية مطالبة بتوفير شروط نجاحها هل هم قادرون على الوعد والالتزام؟ التجارب السابقة غير مشجعة والآن إلى الموضوع اقتصادي في الكلمة أونلاين هل يفعلها رياض سليمي؟ سياسيا واجه الكابيتل كونترول رفضا شديد اللهجة لناحية المضي بإقراره على خلفية شعبوية بدأت قبل الانتخابات ومازالت مستمرة بحجة أن لا نص قانوني يمنع تحويل الأموال إلى الخارج وبالعودة إلى مجلس النواب فأن إقرار هذا القانون بات ملحا بسبب ارتفاع الدعاوى القضائية التي يرفعها الموديعون ضد المصارف اللبنانية خارج لبنان ويربحونها في أغلب الأحيان مما يفرض على الأخيرة إعادة الودائع الكبيرة إلى أصحابها والاستمرار على هذا النحو سيدفع بها إلى أعلان إفلاسها لأنها لن تتمكن من رد كافة الودائع إلى أصحابها ويشكك نائب تغييري بجدية النواب في إقرار الكابيتل كونترول ويكشف بأن السلام عاد وأبلغ عدة مراجع بأن الواقع النقدي المالي يتطلب حسم الموضوع وهو سيلجأ إلى إصدار قرار وليعمل مجلس النواب لاحقا على دراسة بنوده وتعديله لكن المراجع التي أبلغها عن توجهه رفضت خطوته لاعتبارها بأنها تشكل تجاوزا لمجلس النواب ودوره وهي لن تقبل بها لأن لا قانون ينص على ذلك ولا يعدل قانون أو يلغيه سوى قانون لاحق ويشير وزير عدل سابق لموقع الكلمة أونلاين أن ما سيقوم به رياض سلامي من ناحية قرار تفعيل الكابيتل كونترول خطوة في مكانها ولا يعتبر خطأ قانونيا وإذا أرادت السلطة السياسية ذلك تستطيع التجاوب إلا إذا لديها مصلحة بالمناورة في إقرار القانون منذ سنتين لجأ المصرف المركزي المصري إلى تطبيق الكابيتل كونترول بسبب الانهيار الاقتصادي بعد الثورة المصرية فهل يفعلها سلامي ويضعهم أمام الأمر الواقع والآن إلى صحيفة اللواء اللجنة الربعية تبحث اليوم بجنس الضرورة وخلافات الوزراء على حالها في السرايا الكبير عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاط لقاء تشاوريا شارك فيه 19 وزيرا وعلمت اللواء من مصادر المجتمعين أن اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية أي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء مع تأكيد استمرار الحوارات الوزرية للتوصل إلى مخارج وحلل وللوقوف عند هذه المعطيات وما حصل البارحة في الاجتماع الوزري وما هي الأمور التي خلصوا إليها وأيضا إن كان هذا الاجتماع سينفع في الأيام المقبلة أم الأطراف السياسية ستبقى على حالها وعلى مواقفها الكيدية وأيضا يعني ينضم إلينا مباشرة الوزير هكتور حجار الذي كان البارحة مشاركا في هذه الجلسة صباح الخير معا للوزير إذن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار صباح الخير إذن يبدو أن أطع الاتصال مع معالي إذن وأيضا كانت أضافت صحيفة اللواء وبأنه بحسب معلومات صحيفة اللواء حول هذا الاجتماع الوزري بقي النقاش مفتوحا على ما يمكن أن تتوصل إليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة وكيفية إدراجها على جدول أي جلسة يمكن أن تعقد وأضافت أيضا صحيفة اللواء وبحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي أن يتدخل أحد من الوزراء في طرح بنود جدول الأعمال إذا عقدت جلسة طارئة أو استثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار ترجمة نانسي قنقر